نريد إن شاء الله أن ينجح الجميع وينجح بمعدلات إذن أول شيء يدل على عظمة الخالق هو خلق السماوات والأرض الآن بغير كل واحد ينظر في السماوات والأرض والمخلوقات لكن الأرض والمخلوقات لكن في السماوات إذن هذا نفتح لكم في المجال في التعليقات هي يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب لبس عليكم بخير كانت منها إن شاء الله تكون مزيان إذن مرحبا بكم في صحيح الفرض الأول دورة الثانية مادة تربية الإسلامية السنة الثالثة إعدادي استعدادا للفرض الأول هذا النموذج الثالثة في القناة وهناك مجموعة من النماذج بالنسبة للمواد مختلفة ما عليكم إلا الدخول للقناة والاستفادة منها إن شاء الله وكذلك أدعوكم إلى مشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء حتى يستفيد الجميع نريد إن شاء الله أن ينجح الجميع وينجح بمعدلات جيدة نريد إن شاء الله المحتوى العلمي الله يرضي عليكم بغينه يعني يكون هو الأكثر ويكون هو الأفضل مشاهدات لهذا أدعوكم دائما سواء يعجبك المحتوى العلمي ولا ما يعجبك ضغط على الإعجاب وضغط على المشاركة إلى ما استفتش منه أنت أو أنت غير يستفيد منه الآخرين نريد إن شاء الله البلدين أن تكون البلد ديال العلم البلد ديال الاجتهاد ونبدأوا على بركة الله إذن أولا عندنا القرآن الكريم آية دائما نقرأها بتجويد لماذا؟ لحتى أحتوكم يعني على تجويد القرآن وعلى الاجتهاد في تجويده لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك أمرنا أن نقرأ قرآن قراءة جيدة اليوم ما غيرت نجوود لأنني مريض أسألكم الدعاء قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بص إذن أولا ينبغي قراءة الآيات جيدا الله أرضع لكم حتى نستطيع الإجابة على الأسئلة بطريقة سليمة إذن أولا إشرح حسب السيق حسب الآية يليجو إذن يليجو وردت عندنا هنا يعلم ما يليجو في الأرض أي ما يدخل فيها إذن يدخل ثم يعرجو وردت عندنا هنا وما يعرج فيها إذن يعرجو أن يصعد إلى السماء واضح ثانيا استخرج من الآيات مثالا للإخفاء لكن هنا إخفاء التنويم لأن الإخفاء يكون عندنا في النون الساكنة النون اللي عندها السكون وفي التنوين التنوين هو ضمتين أو فتحتين أو كسرتين واضح؟ إذن أينما وجدنا النون الساكنة أو وجدنا التنوين ننضع في الأحرف التي بعدها إذا كانت هذه الحروف من حرف الإخفاء وهي أربعة عشر حرفاً مجموعة في البيت الذي سأقرأه الآن وراهكينا في الملخص للقواعد التجويد سترجعوا في القناة وهو قول المؤلف الذي ألف هذه الأبيات إذن هذه الأحرف يعني كل حرف من بداية كل كلمة هذه الأحرف هي حروف الإخفاء أينما وجدنا حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة أو التنوين بعد ضمتين أو فتحتين أو كسرتين فالحكم التجويدين عندنا هو الإخفاء إذن وارض عندنا هذا في كلمة واحدة يلفت تنوين أيام أو التنوين فتحت كسرتين ثم جاء بعده حرف الث واضح؟ إذن الث من حروف الإخفاء لهذا قرأتها أيام ثم لم أقرأها أيام واضح؟ إذن هذا الإخفاء إذن الحكم التجويد الذي عندنا هو أيام أيام ثم واضح؟ لكن وردت ورد الإخفاء كذلك في النون الساكنة في هذه الكلمة هذه النون الساكنة ين ين زيل واضح؟ لكن هذا فقط من أجل إظهار والتنبيه فقط كنتم كذلك هذه الكلمة كذلك فيها إخفاء واضح؟ ثم ننتقل إلى السؤال الثالث أبرز من خلال آيات ما يدل على عظمة الخطة سبحانه هذه الآيات كلها تدل على عظمة الخالق يعني تدل على قدرته وعلى قوته وعلى عظمته إذن أول شيء يدل على عظمة الخالق هو خلق السماوات والأرض الآن بغيت كل واحد ينظر في السماء وفي الأرض والمخلوقات لكن في الأرض والمخلوقات لكن في السماوات ما نعلم وما لا نعلم كم هي عظيمة جدا هذا دليل على عظمة الخالق الآن إلا جمعنا المهندسين واجمعنا الناس الأبكياء دي العالم وطلبنا منه بنوح البناية ضخمة ستطلب منه شهور والله تبارك وتعالى وحده بنا السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام إذن هذا الدليل على عظمة الخالق سبحانه كذلك الاستواء على العرش هذا من عظمة الخالق سبحانه كذلك يعلم ما يرجو في الأرض والسماء كذلك يمكن النظيف أنه بصير بكل شيء يعني كل شيء يحدث في الأرض وفي السماوات الله تبارك وتعالى بصير به أن يراه والآيات كلها فيها عظم نكسف بهذا رابعا استظهر من صورة الحديد الآيات التي فضل الله تعالى فيها المنفقين يعني الذين ينفقون الأموال قبل الفتح على المنفقين بعده الله تبارك وتعالى في واحد الآية من صورة الحديد فضل الذين أنفقوا قبل الفتح على الذين أنفقوا من بعد الفتح وهي قوله تعالى لا يستوي منكم منافق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير إذن هذه هي الآيات التي تدل على أن الله فضل الذين أنفقوا قبل الفتح على الذين أنفقوا بعد الفتح ثم ننتقل إلى الجزء الثاني عدنا فيه الوضعية ديان الانطلاق قد نطلب منكم تقراوها ثم ننتقل إلى الأسئلة إذن السؤال الأول حدد موقفك من قول زياد إذن زياد قال الأهم هو صحة العقيدة قرارة وضعية من زياد وحاولت فهمها المهم هو العقيدة أما الصلاة والزكاة لا داعي هذا ماشي بمشكلة واضح هذا هو يعني الكلام ديال زياد حدد الموقف ديالك الآن الموقف ديالك أنت كتلميذ يعني درستي العلاقة بين العقيدة والشريعة هل هذا الكلام صحيح؟ إذا الإجابة ستكون كالتالي هذا الكلام أو هذا السلوك أو هذا العمل أو هذا الفعل غير صحيح لأن بين العقيدة والشريعة ترابط وتكامل فلا تصح عقيدة بدون شريعة ولا شريعة بدون عقيدة واضح؟ ويمكن أن تكتب يعني أي عبارة على هذا الشكل ما هي الأسس التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية؟ من طبيعة العالم العقيدة الإسلامية تقوم على ستة أسس أولا الإيمان بالله والملائكة ثانيا ثالثا الكتب ورابعا الرسول وخامسا باليوم الآخر وسادسا بالقدر خيره وشر هذه الأسس دي العقيدة الإسلامية ثالثا بين من تمت كتابة بنود وثيقة المدينة يعني ما هي الأطراف التي تمت بينها البنود دي الوثيقة المدينة؟ إذن من خلال درس عتبية لكم أن الوثيقة دي المدينة تمت بين ثلاث أطراف الطرف الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم الطرف الثاني هو المؤمنين والطرف الثالث هو اليهود واضح؟ أو ممكن أن نقول أربعة أطراف الطرف الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم والطرف الثاني هم المهاجرون والطرف الثالث هم الأنصار والطرف الرابع هم اليهون لكن نجم الأنصار والمهاجرين نجم لهم في المسلمين واضح تمت بين ثلاث أطراف بين النبي صلى الله عليه وسلم نسيتها هنا أكسبها الآن صلى الله عليه وسلم وأنا صيحة الله أرد عليكم دائما صلى الله عليه وسلم اكتبوها كاملة إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم اكسب صلى الله عليه وسلم كاملة ما تكتبها صاد ولا تكتبها صلعا ولا تكتبها بكتاب أخر اكتبها كاملة لن تأخذ منك وقت بل ستزيدك الأجر وستزيد في وقتك صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبين المسلمين فيما بينهم وبين المسلمين واليهود إذن هدوهما الأطراف الذين تمت بينهم وثيقة المدينة ما هي القيم التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوثيقة يعني وثيقة المدينة مرة معكم في الدرس وكذلك أرة في المنخصة الموجودة في القناة أنها أتبس واحد مجموعة من القيم أولا حرية العقيدة والتديون والعدل ومنع الظلم بين المسلمين وغيرهم يعني اليهود والوثاء بالعهود والمواثيق والتخفيف عن المدين والتعاون في حماية الوطن حال الحرب ووحدة المرجعية في التقاضي عند النزاعات يمكن أن تضيف أشياء أخرى كيف ستقنع سؤال خامس كيف ستقنع زياد بضرورة إخراج الزكاة زياد كما رأيتم في الوضعية يمتني عن إخراج الزكاة كيف تقنعه أنا من وجهة نظري سأقول له الزكاة فرض عين على كل مسلم يعني كل مسلم واجب عليه يخرج الزكاة إذا توفرت عنده شروط الزكاة كما مر معنا ولا يتم إسلامه يعني إسلام ديالك ناقص السيزي أما إسلام ديالك غير صحيح لا يتم إسلامك إلا بإخراج الزكاة وبإعطائها لمستحقها واضح؟ لا شك أنني منعقول له الكلمة غير تقتصره واضح؟ وأنت وأنت لا شك أنكم تبرك الله عندكم القدورات باش تعتبر أمور أخرى لتبتو بها لزيد كيف أنه ينبغي أن يخرج الزكاة سادسا اقترح فكرة يمكن أن نستعمل فيها أموال الزكاة لتحقيق التنمية الاقتصادي بعض الأفكار إذن هذا نفتح لكم فيه المجال في التعليقات هيا يا شباب هيا يا رجال ونساء الغد أبديعوا وعطيونا أفكار يمكن أن نخرج فيها الزكاة أصحاب الأموال الزكاة إن شاء الله ومن هذا الباب حتو جميع الأسر ديالكم والأباء ديالكم على إخراج الزكاة وإعطائها للفقارة أو يعني استثمارها في بناء واحدة المشاريع تنموية اللي إن شاء الله تنتظر بها البلاد سابعا استخرج من الوضعية أسس إمارة المؤمنين يعني من الوضعية سيتبين لنا بعض الأسس ذي الإمارة المؤمنين لكن أنا مثل هذه السئلة أنصحكم يعني باستخرجها من الضرس ثامنا ما حكم تنصيب أمير المؤمنين في الإسلام يعني المسلمين يعني بغي أن يكون عندهم أمير المسلمين وهذه الإمارة هذه وش هي فرض وش هي مستحبة وش هي مباحة ولا مقروها ولا حرام إذا الحكم ديالها أنها واجبة إذا الحكم ديالها هو الوجوب تاسعا اعتبر خالد أن التعايش مع غير المسلمين من صاميم الدين الإسلامي استدل بنص شرعي يؤكد على ذلك يعني أن خالد قال أن التعايش مع غير المسلمين من اليهود والنصارى وغير ذلك هذا من الدين الإسلامي يعني نعطوه بعد أدل على ذلك مثال قوله تعالى وضع عاشرا أذكر هدفين رئيسيين يمكن تحقيقهما من خلال التعايش مع المخالفين لنا في الدين والفكر يعني تعايش مع غير المسلمين من بين الأمور التي يمكن أن نجنيها تحقيق تعاون وتبادل المصالح ودفع المفاسد تحقيق الاعتلاف والوحدة والتضامن يمكن أن تعطي غير ذلك إذن هنا نكون أنهينا هذا الفرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته